تصريحات متلاحقة للمسؤولين الروس، سياسيين وعسكريين حول الملف السوري وتحديدا إدلب والبداية مع وزير الخارجية سيرجي لافروف، الذي استضاف وزير خارجية النظام وليد المعلم لافروف أعاد ذات التصريحات حول الهجوم الكيموي الذي تحضر له دول غربية على المحافظة لاستغلاله في استهداف نظام الأسد متهما مقاتلي جبهة النصر بحسب زعمه باستغلال منطقة خفض التصعيد في إدلب لاستهداف قاعدة الاحتلال في حميميم وكذلك مواقع قوات النظام، مهددا بأن بلاده لن تسمح باستمرار هذا التهديد من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء مناورات عسكرية في البحر المتوسط مطلع الشهر المقبل بمشاركة 25 سفينة و30 طائرة وكانت الوزارة أرسلت في وقت سابق تعزيزات لأسطولها الراسي قبالة السواحل السورية وذلك استعدادا للتصدي لأي استفزاز سيقع في إدلب تصريحة الدبلوماسيين الروس حول المناورة شهدت تخبطا كبيرا إذ قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ميخايل بوغدانوف إن المناورات الروسية في البحر الأبيض المتوسط ترجي وفق الخطة ورفض المسؤول الروسي الربط بين المناورات العسكرية والوضع في إدلب الربط بين المناورة وما يتم تحضيره لإدلب جاء على لسان المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوب والذي وصف المحافظة ببؤرة الإرهابيين مشددا على أن المناورات الأخيرة يبررها الوضع في إدلب إدلب أيضا كانت مدعاة للقلق التركي فوزير دفاعها خلص أكار أكد أن بلاده تجري المشاورات اللازمة حيال هذا الأمر على المستويين الدبلوماسي والعسكري لكن الوزير التركي لم يوضح طبيعة هذه المشاورات مكتفيا بالتأكيد على أن تركيا حريصة على سلامة حوالي أربعة ملايين شخص في المحافظة وتسعى جاهدة لإيقاف الهجمات على المنطقة ووسط زحمة التصريحات اكتفت واشنطن بتجديد تحذيراتها من مغبة أي عمل عسكري على إدلب وخاصة في حال استخدام السلاح الكيموي ودعت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيدرد نوارت روسيا لإيصال هذا التحذير إلى نظام الأسد كي يتعامل معه بجدية مشيرة إلى أن بلادها لن تتسامح مع أي تصعيد في المنطقة